مرحباً يا أصدقاء وأهلاً بكم في قناتنا على يوتيوب قفز سعر دوج كوين بنسبة 9% إلى 14 سنة بعد حديث إيلون ماسك في قاعة المدينة مما زاد من قيمته السوقية إلى 20 مليار دولار ما الذي يحدث مع دوج كوين؟ وهل أخيراً ستعود دوج كوين إلى 1 دولار؟ إن إيلون ماسك يروج لترشيح دونالد ترامب للرئاسة عندما سأل أحد أعضاء الجمهور عن فكرة إنشاء دارة فعالية الحكومة أجاب ماسك بذكاء نعم دوج كوين مما أدى إلى تصفيق الحضور وأرسل سعر دوج كوين إلى السماء على وسائل التواصل الاجتماعي دعم إيلون ماسك لدوج كوين له تأثير تاريخي على سعره لقد روج في كثير من الأحيان لعملة الميم مما أدى إلى الثناء والتحديات القانونية تم إسقاط دعوة قضائية جماعية ضده بشأن مخطط رفع الأسعار في أغسطس وصلت دوج كوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة سوقية بلغت 88 مليار دولار في مايو 2021 جزئياً بسبب ظهور ماسك بما في ذلك ظهور ملحوظ في برنامج ساتردي نايت لايف حيث لقب نفسه بـ أب دوج كوين لا نحتاج للغوص في مقال عن كيفية قيام ماسك برفع سعر دوج كوين ولكن إذا كنت بعيداً عن السوق لفترة طويلة فإن دوج كوين هو العملة الميم المفضلة لدى إيلون ماسك وبسبب ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعرها بالحديث عن الارتفاع انظر إلى هذه التقارير الفنية تبدو إيجابية جداً المؤشرات في وضع شراء والملخص في وضع شراء قوي والمتوسطات المتحركة في وضع شراء قوي أيضاً هذا يعطينا ملخصاً كلياً في وضع شراء قوي وهناك شيء مثير يحدث بالتأكيد في مجال دوج كوين وهو أمر رائع لرؤيته اليوم نحن مرتفعون بنحو 5% وعلى مدار الأسبوع نحن مرتفعون بنسبة 30% دوج كوين مستمرة في ارتفاعها بالحديث عن الارتفاع قررت أن أراجع جواهر البيع المسبق التي كانت ترتفع بشكل كبير وهذه هي PPP Unchained أصبحت PPP الآن تمتلك بلوكتشين خاص بها ومبروك لقد كنت مبكراً إلى الحفلة اشتري الآن في البيع المسبق لتعظيم مكافآتك ماذا نتحدث عن المكافآت؟ نحن نتحدث عن 108% كعوائد سنوية إنه PPP Unchained سرعات أفضل؟ مكاسب أفضل؟ نفس نكهة PPP اللذيذة في يوم واحد وإحدى عشر ساعة سيكون لديهم ارتفاع سعرهم التالي لقد جمع هذا البيع المسبق أكثر من 20 مليون دولار لذا إذا كنت تريد الشراء بأقل سعر ممكن حان الوقت الآن نحن نعلم بالفعل أن عمولات الميم المستوحى من PPP تحقق جنوناً مطلقاً بالعودة إلى دوج كوين يمكننا أن نرى أن مارك كوبان يرفض مخاوف مؤسسي دوج كوين هاريس بعيدة كل البعد عن بايدن ومتقدمة جداً على ترامب في فهم العملات الرقمية XRP إلى تقاطع الموت دوج كوين اقتراب البيتكوين من مستوى 70 ألف دولار لكن هناك مشكلة هناك اختراق كبير لدوج كوين في الطريق عملات الميم ترتفع وكذلك العملات الرقمية يمكننا أن نرى أن البيتكوين تحديداً قريبة من منطقة 70 ألف دولار إنها في أعلى مستوى لها خلال الشهر الماضي نرى عادةً أن عملات الميم ترتفع أيضاً بعد ارتفاع البيتكوين لذا نحن نرى بالفعل عملات الميم ترتفع في جميع المجالات نرى دوج كوين تتجه حالياً في المرتبة السابعة لكن عندما نذهب إلى العملات الرقمية ونذهب تحديداً إلى علامات تبويب عملات الميم فإن دوج كوين كانت تحافظ على مكانتها في المرتبة الأولى لفترة من الوقت نحن مرتفعون بنسبة 30% لهذا الأسبوع و7% اليوم مع قيمة سوقية تبلغ 21 مليار دولار نتحدث عن فارق قدره 10 ملايين دولار بين شيبا إينو ودوج كوين بينما ترتفع هذه العملات يمكننا أن نرى أن معظم عملات الميم تقريباً في المنطقة الخضراء أود أن أقول إن حوالي 80% منها في المنطقة الخضراء لذا مع ذلك ترتفع الأسواق ويمكننا أن نتوقع مع استمرار البيتكوين في الارتفاع ومع الانتخابات التي تواصل إثارة الحماس في فضاء العملات الرقمية أن تتسبب البيتكوين في ارتفاع جميع هذه العملات إليكم خلاصة سريعة لدوج كوين تسلط الاختراقات في إنستغرام لميم دوج كوين الضوء على المخاطر والاحتيالات في العملات الرقمية مثل عمليات السحب التي تؤثر على منصة دوج كوين في 24 ساعة كما هو الحال دائماً لا تعتبر هذه نصيحة مالية قم دائماً بإجراء أبحاثك الخاصة واجتهد قبل استثمار أي أموال في العملات الرقمية التي نتناولها في هذه القناة وإلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم وسنلقاكم غداً وإلى ذلك الحين ابقوا بأمان يا أصدقاء إلى اللقاء